موسيقى مستقاكم خير مرة تانية هنتكلم عن مرة مليون هنتكلم عن كورونا بس قبل ما نقول زهقنا وهنقلب وهنتكلم عن حاجة تانية وشارسين نتكلم وتعبنا الحقيقة انه كل يوم في حاجة جديدة والحقيقة بقى انه كل يوم طريقة تعاملنا مع الكورونا بتختلف وزي ما احنا كده بنبدي مرونة احيانا وزهق احيانا وصبر احيانا عليها قد ما احنا كمان غالي علينا الناس وغالي علينا حياتنا وغالي علينا جودة الحياة كمان عشان كده هنفضل نسأل عن تطورات الكورونا ولو حد قالينا الرابط تخلص هنفرح جدا وننبسط ونستنى نهاية الكورونا عشان كده النهاردة ده اول سؤال هنسأله لدكتور محمود بهجة أستاذ المناع والبيولوجيا الجزيئية بالمركز القومي للبحوث مسأل خير أولا مسأل نور وزي حضرتك كدكتور هلا بحضرتك احنا اتفقنا اول سؤال لازم سأقول لدكتور محمود هانت ولا لسه هانت في ان الفيروس يبقى فيروس موسمي الفيروس ده قاعد معنا مش هيسبنا خلاص هيتطور وهيتحور وهياخد أشكال مختلفة اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طبعاً حيظل خلينا نتكلم الواقع حيظل 85% من البني أدمين ما بيتأثروش بشكل كبير بالفيروس و 15% من الناس هم اللي أكثر تعرض لأثار ممرضة لكن خلينا نقول حاجة احنا السنة دي غير السنة اللي فاتت غير السنة اللي قابليها احنا كبشر كمناعة بشر احنا ما كناش شفنا الفيروس ده خالص شفناه وتعرفت عليه بقالنا تقريباً سنتين وشوية جهزنا المناعي تعاطى معاه في ناس خدوا الإصابة وخفوا وفي ناس تعرضوا للإصابة وما حسوش وفي ناس خدوا الإصابة وجات لهم أثار شديدة جداً وما بقوش معنا وفي ناس جات لهم أثار شديدة جداً وتعالجوا وقاموا وفي لقاحات ما كانش عندنا لقاحات قبل كده في الوقت فرقت كمان في تأثير الإصابة علينا فده كله بياخدنا لحتة كلنا نتمنى أن احنا نوصلها في العالم كله بأشكالها وهي مناعة القطيع وهنا لازم أقول حضرتك أنه كان بيتقال لما أمني كران انتشرت قوي كده وبقت سريعة الانتشار وقلنا أنها أضعاف كورونا وإحنا شايفين ده يعني أنا بتخيل كده أن إحنا دلوقت ما فيش مجموعة من الناس في أي مكان إلا وكان خمسين في المئة منهم مصابين حتى عارفين أو مش عارفين مظبوط؟ تمام لا لا إحنا ولينا ده إحنا عملنا أبحاث ولينا فيها ده خدنا مثلنا اللي فاتت من عدد من الأشخاص عينات دم وبصينا فيهم أجسام مضادة ولا أدد فيروس الكورونا ولقينا أن فيه أربعين في المئة من الناس وهما مشوخدين بقى لهم عندهم أجسام مضادة ده اندوكيشن أنهما شافوا الفيروس بشكله بآخر يعني ده وده حاجة في العلم يعني بالمناسبة من زاوية كده دكتور محمود مطمئنة جدا 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 وعشان كده أسأل حداك على مناعة القطيع هل أوميكرون هو اللي هي ودينا أو ودانا خلاص بي ودينا لمناعة القطيع فنهدأ نخلع الكمامات ونتعامل معها كأنفلونزا موسمية هو خلينا بس نقول حاجة أنا وحشني شكل الناس بس مش تشوف الناس طبعا علما بأن مصر الحقيقة من فترة طويلة جدا الشعب المصري قرر وقد قرار كده منه لنافسه في الصيف قررنا يعني اللي حصل في الصيف اللي فات في اسكندرية مثلا أو في الساحل الشمالي كان فينا منها كان ظاهرة والظاهرة دي تقول أن لو كان عندنا حالة واحدة بس أو حالتين وسط الملايين دي وكانش فيه مناعة قوية كان الانتشر كان نارث الحشيم وكان بقيت مشكلة كبيرة جدا إذن حكاية مناعة القطيع هنوصلها آه هنوصلها وقربنا نوصلها وقد نكون وصلنا لها ليه؟ لأننا زي ما قلت فيه ناس خدوا إصابات وفيه ناس خدوا لقاحات وفيه ناس خدوا إصابات ورجعت خدوا إصابات تانية فيه ناس عادوا واتعادوا مرة تانية طبعا أنا أنا حبيبتي الكورونا دي كلنا يعني أعطى فيه ناس كتير فده يقول إيه؟ طيب عشان بس حكاية إجراءاتنا الاحترازية ونخلي بالنا إزاي يعني مش بقول طبعا دلوقتي لكن بقول هل ده يودينا لأنه يتم تعامل العلم مع كورونا على أنها انفلونزا؟ لا لا هي مش هي ده فيروس وده فيروس وعيلتين مختلفتين من البرد لا هنتكلم أنا هعبر عليها لو سمحتيني بشكل آخر هل نتعامل معاه لأنه نزلت برد شتوية عادية نتيجة إصابة بأحد الفيروسات الرئوية اللي بتدي أعراض متشابهة إحنا قريبين لده حلوة لكن 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 عشان لنستم أقول حلوة أوي هفرح مهم 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 أن احنا نقول حيظل مجموعة من البشر هم المجموعة اللي يجب أن نأخذه يعني رعاية حيطتنا آه عشان خاطر تمام اليوم أولوية في العلاج أولوية في التطعيم أولوية في العزل لأن احنا نعلم أن هذه المجموعة سواء نتيجة التقدم في السنة أو الإصابة بأمراض مزمنة أو نتيجة خبرات سابقة من إصابات أخرى إصابات سابقة يعني أن الناس دي بيصح عليهم أعراض شديدة جدا قد تؤدي لقدر الله إلى ملاح يحمد عقباء طيب وأنا بقى لازم حرجيت على الواجع بقى لازم بعد ما نرجع من فاصل قصير كده نسأل حضرتك عن هو الناس الأكثر عرضة أو الناس اللي هتتعرض لمضاعفات الكورونا هل كان هناك شيء ممكن يمنع حدوث المضاعفات وإحنا ما عملناهوش أو تأخرنا عنه هل هناك ما يمنع تدهور بعض الحالات اللي هي الندرة لأننا فعلا وفي الأوقات دي بنتكلم عن وفاة زميل وأستاذ عزيز بنتكلم عن حالات ووفيات مرشبهة بسبب تدهور الحالة بعد الفاصل دكتور محمود يجاوبنا عن السؤال لسا منكمل كلامنا مع دكتور محمود بهجاة أستاذ المناعة البيولوجيا الجزيئية بالمركز القومي البحوث ومش بنتكلم عن كورونا اللي احنا متفاجئين منها لكن بنتكلم عن فئات خاصة كمان من كورونا دايماً بيبع عندنا السؤال تحديداً لما بنفقد ناس عزاز علينا لما نشوف حالات تدهورت بتتعب تدخل مستشفات وإحنا لسا بنتعامل مع كورونا بالطريقة الخفيفة الهزار اللي احنا شايفين إنها حاجة عادية وسؤالي كان لدكتور محمود قبل الفاصل هل كان في حاجة ممكن تتعامل لأنه دايماً عندنا الإحساس بالتأثير ده ممكن تتعامل لإنقاذ مريض كورونا من تداعيات سريعة جداً وتدهور سريع للحالة ولو ما تعملتش سعلاً تخلينا نسقط الشخص ده هو أنا أول حاجة بقولها في الحاجات اللي كان ممكن تتعامل إن إحنا في روم داي زيرو ظهور أعراض هتعامل مع أي أعراض برد عادية على أنها كورونا إلى أن يثبت العكس وحتى ولو لم يثبت العكس حتى لو لم يثبت العكس ولازم إن إحنا نعرف إن فيه بيحصل فيه شارب تشينج أو تغير حاد في وقت ديق جداً وأوليل جداً عكس بقية الفيروسات الرئوية فيجب التعامل معها بحيطة شديدة وهنا ما ينفعش الاجتهاد وما ينفعش الشجاعة الزائفة لا لا أنا شفت أمهات وحموات ويعني راحين يزوروا أولادهم لأنهم عايزين يتطمينوا عليهم لأنهم عندهم كورونا ويباركلهم ويقولوا لهم الحمد لله على السلامة دا لأ ما يفعش عدم المخلطة بكل معناها ومش عدم المخلطة إن أنا ما خلتش الناس في الشارع بس خلت ناس في بيتنا ومش لما يكون فيه واحد عنده أعراض في البيت صغير وأنا طبعاً بقول إن هو الأم صعبة قوم دا يعني هي حدريك تقصد إنه عزل في كل الحالات يعني لما يكون عندي الطفل جاي من مدرسة عنده أعراض فيروسية الجدة مش لازم تخش في الطبع ما هي بتديره حاجة دافية يا شابه لأن دا بيعرض الجدة اللي هي فيه تقع في مجموعة سنية أكثر عرضة للإصابة وإن يحصل عندها أعراض ممرضة إلى consequences قد يشفى الطفل بسهولة لكن تبقى الأعراض العنيفة على السن الأكبر وعايزة أكرر معلش داكتور سويلي فيه حاجة كان ممكن تتعمل لإنقاذ مريض مثلاً من تدهور حالته بخصوصاً إن حضرتك بتقول بتحصل بسرعة جداً أن يتعامل معه متخصص أن لا يتم الاجتهاد وأنا قلت من الأول إحنا النهاردة غير السنة اللي فاتت غير السنة اللي قابليها بروتوكولات علاجية كان فيها اجتهادات شديدة جداً اتغيرت إيه أكتر الخطايا اللي حتاك شايف أنها حصلت السنة اللي فاتت في الاجتهادات إذا صح فلتها السنية إن فيه ناس كتير جداً سمحت لنفسها على السوشيل ميديا وعلى التيفي وعلى إن هم يتكلموا بألسنة متخصص أنا مش طبيق أمراض صدرية أنا بحاجة بتقدميني على أستاذ بناعة وأمراض وبيولوجيا جزائية للفيروسات ده كفاية لأنه ده التخصص مش لازم أقدم نفسي أنه يتخصص برؤون واستشاري الأمراض الصدرية بتاع أمراض الصدرية واستشاري الفيروسات بتاع فيروسات واستشاري المناعة بتاع مناعة ولما يتفعلوا التلاتة مع بعض يطلع نوع من أنواع البروتوكول العلاجي المتكامل لصالح مريض لكن لو حد مش بتاع الكلام ده يفضل في الوقت الحالي فليقل خيراً أو ليصمت بالضبط بس يعني ده يعني ده أول الخطايا أن الناس دي اجتهدت في ما لا تعلم آه والآن الحقيقة كلنا كنا لا نعلم قبل ما الكورونا تحصل إزاي دي بتتعالج لكن هذا لا يعني أن أي حد يجتهد ويعمل أي حاجة ويقول أي حاجة فأنا بقول ببساطة شديدة إحنا النهاردة أحسن من السنة اللي فات أحسن من السنة اللي بيها وأرجو أن إحنا النهاردة بنوجه رسالة لكل الناس يكفي كفى اجتهاد ويجب أن العلم هو اللي ياخد دوره طيب خلينا نتكلم بالعلم تاني وحضرتك واحد من الناس اللي على مدار السنتين اللي فاتوا كنت خائط صد يعني حضرتك وأسازة كتير أنا من هنا عايزة أشكرهم جدا أنه كان فيه دا كترة زي دكتور محمود كده وأنا فاكرا أنه عملنا لقاءات مع بعض كتير قاعدوا يقولوا لنا كتير ما تسمعوش كلام دا الجالين ما تسمعوش اللي يقول لك خد البروتوكول الفلاني وخد رصة الأدوية والأدوية مش لكل الناس صحك كلام دا؟ صحك عايزة أسأل حضرتك النهاردة حضرتك قلت ما تتعاملوش برضو بتهاول إيه الصح؟ البروتوكول الصح؟ النهاردة طبعا أنا مش المتخصص اللي يعالج لكن أنا مش أستاذ أمراض صدرية أنا بتاع أكاداميك ريسرش على الفيروسات من الناحية المناعية ونحية الجزائية لكن ما أنا أسألك فاكيد يعني أولا محتاج أقوي مناعتي عشان أبقى جاهز للكورونا؟ نتكلم نتكلم في ده الأول هتكلم بيولوجيا جزائية دورها إيه دلوقتي نحن دون ملبيع تقويت مناعك لا 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 أولا الذي يعرف المريض الأكثر حساسية للإصابة والأكثر عرضة للأعراض الممرضة تحليل جزائي لأنه رئيسيا أنا وحضرتك وسيد وبرهيم وعباس وتوفيق مثل بعض وبالتالي لازم يبقى عندنا طرق تشخيصية جزائية شديدة تتخصص تعرف مين الفئة الأكثر عرضة ودول اللي يتم التعامل معاهم بشكل إيه ساعتها هنوفر أدوية وهنوفر لقاحات دي نمرة واحد نمرة اتنين حكاية لقوة جهازنا المناعي دي مرفوضة لأن الناس بتموت بالكورونا نتيجة عواصف مناعية نتيجة إن جهازهم المناعي شديد التعامل مع الفيروس بتأكثر من اللازم مش العكس مش العكس فالناس لما بتعالج البروتوكول العلاجي البعمول به في حاجات تخفض من قوة الجهاز المناعي أو من التفاعلات الشديدة أو العواصف المناعية حتى لايت يعني الجهازنا المناعي ما يتعاملش مع الفيروس بصورة أكثر همية من اللازم وبالتالي لما أنا أقول أنا عايز أقوي جهازي المناعي أنا بعمل عكس اللي أنا إيه؟ عكس المفرود طبعاً فأنا عايز أقول لحضراتكم وبعدين أنا بقول للناس دلوقتي ذاكرتنا المناعية وربنا خالق فينا حاجة اسمها الذاكرة المناعية أو الماموري ريسبونسز الذاكرة المناعية دي بتتفرج على الفيروس بتحوراته من سنة 2019 فإحنا اللي شفناه النهاردة وجهازنا المناعي يتفرج عليه غير يوم زيرو أول ما الفيروس فإحنا يجب إن إحنا وإحنا بنتعامل مع الموضوع ده ما فيش فرصة أبداً إن الناس تاخد حاجات بشكل عشوائي وبشكل غير مقنن حتى لا يحدث ما لا يحمد عقبا دي أعتقد أنه الناس كتير بتسمع النهاردة وهي عارفة إنه كان مرة خدت الفور بتاعتقوية المناعة وكان مرة قالوا لنا كده قوي مناعتك بس إحنا كمان في شوية حاجات العلاجات المنزلية دي إحنا بنرتاح إننا نبقى عملنا اللي علينا يريد من المنبر بتاع حضرتك نبطة للكيس الصغير اللي سميينه مجموعة الإنفروانزا اللي فيه حباية زرق أو حباية خضرق أو حباية حمرق أو حباية نص نص دو اللي بيتاخدوا كلهم مع بعض والناس بتعرق وبتفوق يريد تبطل الطريقة دي ويريد السيدالي يبقى سيدالي ده في ناس عايشة بده وشايفين أنه ده الأصح وحقنة الأنفروانزا والحاجات يريد السيدالي يبقى سيدالي والطبيب يبقى طبيب والعالم يبقى عالم وكل دول يتكتفوا لصالح الصحة لصحة المواطن المصري أخيرا بقى دكتور بما أن حداك عملت قولنا رسائل كتير كده ومباشرة أشكرا يعني أنك حاسم جداً النهاردة في الحكاية دي لأنه إحنا فعلاً تعبنا وشوفنا كتير إيه اللي حضرتك بتعتقد أنه عشرين وعشرين ممكن تكون في الذاكرة المناعية للمصريين هنعبر إزاي الكم شهر اللي جايين أو إيه البروتوكول العام اللي أنت عايز توصينا بك أنا عايز طبعاً أطلب من الناس حاجة وزارة الصحة من أسابيع وليلة جداً قالت أن اللقاح بتاع فايزر تحديداً حيبقى متاح للعايزين يخدوه في المرحلة السنية أو العمرية من 12 ل 15 سنة لو أنا بقول أن أكثر ناس عرضة للإصابة ونقل الفيروسات من برى الجوة دلوقتي في الوقت الحالي في ظلت أن اللقاح موجود ومتاح للمرحلة السنية الأكبر الأطفال أو طلبة المدارس فلو قدرنا نعمل حملة توعية أن نحن نطعم أكبر قدر ممكن من طلبة المدارس في المرحلة السنية من 12 ل 15 مع الجرعة التنشيطية اللي بنتكلم عليها للمرحلة السنية الأكثر أوردا مع الحملة المحترمة جداً في جميع الجهات الحكومية والجامعات المصرية أن كل الناس ما تخشش الجهات الحكومية من غير اللقاح إن شاء الله حنصل لمناعة القطيع قبل نهاية 2022 يا رب يا دكتور ده خير وختام وبشرتنا بس خليني بس أتأكد من حاجة أنه حذك بتقول أن ناخد اللقاح وده تمام ما حدش اختلف عليه بس ألولنا قبل كده لو جالك كورونا قريب ما تاخدش اللقاح لمدة 3 شهور هل ده لسه وارد لأنه معظم المصرين خلينا خلينا نقول حاجة ده علم برضو الكلام ده مش بالدماغ يعني مش محمود حيقوله النهاردة فيمشي كده لو أنا خدت عين الدم من حد والحد ده ما عندوش تفاعلات بناعية نتجت عن الإصابة الفيروسية يعني ممكن واحد يجيله إصابة فيروسية وميطلعش بحصلش عنده أعراض يعني اللي هو إطلع سلبي تحليله سلبي وما عندوش أكسام مضادة على بركة الله ياخد اللقاح حلو خالص نورتنا يا دكتور أهلا بحضرتك نورتنا ونورت دماغنا وفهمتنا وبشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود بهجة أستاذ المناع البالوجيا الجزائية بالمركز القومي للبحوط شكرا لحمود الله تسلم وديسلم كل دكتورة في مصر اللي وقفين بيكلموا بالعلم وبالحق واللي ما بيستخدموناش وما بيضللوناش واللي احنا عارفين أنهم الأغلبية العظمى من الدكتورة مهما شفنا نماذج سلم أقول حاجة بسرعة شكرا لك خلص التعازي لحضرتك وللإعلام المصري كله ففقدنا للأستاذ وائل الإبراشي شكرك شكرا جزيلا ونا عارفة أنه حديك في الفاصل قلتلي أن كان لك حوارات كتير زميل والصديق عزيز جدا خلص التعازي شكرا جزيلا بعد الفاصل هنرجع نتكلم على مش على نقص المعلمين لا هنتكلم عن نعمل إيه عشان نعالج نقص المعلمين كفانة حديث عن المشاكل تعالوا نتكلم عن الحلول بعد الفاصل